السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا سابع? وصلنا للدرس الخامس والعشرون العمل في الاسلام. زي ما انتم شايفين في الصورة يا ميس. هاي الصورة لامرأة تعمل بالخياطة. عملها الخياطة طبعا تعمل من اجل كسب الرزق. وهذا العمل مشروع. لانه اه المال الذي اه تجنيه وتحصل عليه هو مال حلال بتعبها وجهدها. ايضا هنا معلم مهنته اه او العمل الذي يمارسه هو التعليم. وهو ايضا عمل مشروع. لانه يفيد الناس ويفيد المجتمع. فهو يعمل على تعليم الاجيال القادمة وتطويرهم. اذا العمل يمس اه الله تعالى اه نعمة او اه هو نعمة انعمة الله تعالى علينا. حتى اه نستطيع من خلاله ان نكسب الرزق ونحصل على المال الحلال. والله تعالى اه اه وهب لنا العقل والقوة حتى نبدل الجهد من اجل الحصول على ما قسمه الله تعالى او ما يسره الله تعالى لنا من الرزق وفق مبادئ الاسلام واحكامه. اذا يمس استنتج مفهوم العمل استنتج مفهوم العمل استنتج مفهوم العمل في الاسلام. العمل هو يسر الله تعالى للناس اسباب الرزق ومنح الانسان العقل والقوة حتى يبذل جهده في الحصول على ما قسمه الله تعالى له من الرزق وفق مبادئ الاسلام واحكامه في العمل. عوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هذا دليل على اهمية العمل ودليل على ان الله تعالى دعانا الى العمل وبذل الجهد والقوة حتى نحصل على ما قسمه الله تعالى من الرزق والمال الحنان. الان ما هي اقسام العمل? اقسام العمل او يقسم العمل حسب مشروعيته. العمل المشروع والعمل غير المشروع. العمل المشروع زي ما حكيت لكم الخياطة التعليم اما غير المشروع اكيد الصرقة النهب النصب الاحتيال اكل ما للناس بالباطل. واضح? اذا ما هي اقسام العمل? يقسم العمل حسب مشروعيته. اول قسم واحد عمل مشروع اكتبه مثل التعليم. عمل مشروع مثل التعليم. اتنين عمل غير مشروع مثل النصب والاحتيال على الناس. النصب والاحتيال على الناس. الان ما هي اهمية العمل في الاسلام? اكتبوا السؤال ما هي اهمية العمل في الاسلام? اولا طبعا ثلاث نقاط اهمية العمل. اولا العمل عبادة ينال عليها المسلم الأجر والثواب من الله تعالى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده يعني بجهده وقوته وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقه يعني الرجل الذي ينفق على زوجته وأولاده أو يعين والده والدته أو ينفق على الأشخاص المقربين إليه هو صدقة يفعلها وقد أمر الله تعالى الناس بالانطلاق في العمل سعيا وراء الرزق فلا يجوز المسلم أنه يقعد عن العمل بحجة التفرغ للعبادة يعني يجب أن لا يقول الإنسان أنا ما بدي أشتغل عشان أتفرغ للعبادة للصلاة للقراءة القرآن باستمرار للصيام لا يجب أن نعبد الله وأيضا إلى جانب ذلك يجب أن نسعى إلى رزق الله تعالى في على هذه الدنيا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واضح يعني إذا قضيتم الصلاة وقديتموها وصليتم يجب أن تنتشروا في الأرض حتى تسعوا إلى رزقكم إذن واحد أول أهمية العمل عبادة ينال بها المسلم الأجر والثواب من الله تعالى أيضا هل يجوز التفرغ للعبادة وترك العمل؟ هل يجوز التفرغ للعبادة وترك العمل؟ لا يجوز للمسلمين الجواب لا يجوز للمسلم أن يقعد عن العمل بحجة التفرغ للعبادة اتنين ستحاجات الفرد ستحاجات الفرد فهو ينفق على نفسه ينفق على عائلته ينفق على أولاده ينفق على زوجته ينفق على والده ووالدته إذا كانا يحتاجان إلى ذلك وهذا يؤدي إلى حفظ كرامة الإنسان ويقضي على الكسل والخمل إذن اتنين ستحاجات الفرد تلاتي العمل عنصر أساسي من عناصر الإنتاج فإذا ما كان فيه هناك قوة وبذل جهد ما بكون فيه عندنا إنتاج والعمل به تتقدم الأمة في جميع المجالات وقد كان الانتزام بالمبادئ الإسلام وإتقان العمل هو مبدأ من مبادئ الإسلام كان ذلك سبب من أسباب ازدهار الحضارة الإسلامية في العصور السابقة في العصر الأموي والعصر الراشدي والعصر العباسيين ومعصر النبي محمد وأيضا الانتزام بساعات العمل وإتقان إذن فيه هنا سؤال وضح كيف يكون العمل عنصر أساسي في الإنتاج وضح كيف يكون العمل عنصر أساسي في الإنتاج أولا لأنه يؤدي إلى تقدم الأمة في مجالات الحياة جميعها واحد اثنين كان الالتزام بمبادئ الإسلام في العمل سببا من أسباب ازدهار الحضارة الإسلامية في العصور السابقة ومن هذه المبادئ مبدأ إتقان العمل مبدأ إتقان العمل من مبادئ الإسلام في العمل مبدأ إتقان العمل ثلاثة الالتزام بساعات العمل وإتقانه وهي كمس طبعا بنكون أنهينا الدرس حلو أسئلة الدرس ويعطيكم ألف عافية